كان فيه مؤتمر بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منطقة القناطر وكان فيه دلالة لهذا المكان والحقيقة كان الدكتور عبد العاطي ومجموعة خبراء وزارة الرأي ومجموعة من المنتفعين بالنظام الرأي الحديث كانوا موجودين لإطلالة على مشتجدات الموقف الداخلي دكتور عبد العاطي تكلم وقال أن الدولة بأجهزتها كافة تعمل على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت المناسب وفقا لمصالحها وبيقول كمان وزير الرأي سد النهضة به عيوب جسيمة بعضها معلن والبعض الآخر لم يعلن وبيقول أن هناك خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى العام 2050 وقال الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر وبيقول كمان الدكتور عبد العاطي نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الرأي وسد النهضة به عيوب جسيمة لم ترد حتى الآن فخليني بس يعني أروح أسمع الكلمة بتاع الدكتور عبد العاطي علشان الناس في مصر تعرف من المسؤول الأول فنيا عن المياه إيه الموضوع نحن ما بنهضرش نحن كل حاجة متابعينها كل صغيرة وكبيرة متابعينها سد النهضة أو السد الأسيوبي في عيوب وعيوب جسيمة عيوب أعلنت وعيوب لم تعلم فدي حاجة تانية كمان لازم الناس تعرفها ده جزء من كلام الدكتور عبد العاطي في المؤتمر النهاردة والحقيقة الناس اللي استفادوا من موضوع تغيير أنماط الصراع والرأي وغيره وكان عندهم يعني استمعت إلى سبعة من هذه التجارب وكانوا بتكلموا على توفير المياه طبعا زيارة المحصول زيارة الانتاجية تقليل الفاقد من المحاصيل لأنه أثناء النقل والريب الراحة اللي هو بالغمر بيؤد إلى زيارة نسبة التالف من الحاصلات الزراعية يعني أعتقد الناس قالوا أنه فيه نتائج المحاصيل بتنتج بدري يعني فيه تبكير في عملية الانتاج شهر الراجل قال تبكير شهر فبالتالي بخش السوق بسعر بحق أرباح أعلى كل دي تفاصيل فنية يعرفها الناس المزارعين وغيره لكن دور وزارة الراي فيها كانت توفير الأليات الحديثة لتغيير أنماط الراي وده تم يبقى حديث النهاردة وكلام النهاردة اللي كان موجود فيه وزارة الراي سواء الحديث الوزير أو حديث اتصال الخبراء كله كان بينصب حول إجراءات داخلية لوضع داخلي لا علاقة له بموضوع سد النهارة لكن برضو الخبراء سألناهم على السد وجسمه أمانه معدل الإنجاز فيه هذه الأمور الفنية لو عندك براهيم حاجة لأسمع في عندك حاجة للكلام الخبراء عن أمان السد وجسمه في كل الأحوال يعني الخبراء قالوا أنه السد لا عايزين تهوين ولا تهويل في الإجراءات الفنية والهندسية لتشهيد السد في مخاطر محتملة؟ آه في مخاطر محتملة في إجراءات تم اتخاذها عارفين احنا بقى؟ عارفين طيب الوضع الحالي دلوقتي هناك بالخريطة وبالشرح وبال كل ما يجري على مدار الساعة في سد النهضة لدينا علم به لأن احنا عندنا استشعران بوقد وعندنا أقمار صناعية وعندنا وعندنا مفيش حاجة غايبة عندنا لحظة مفيش حاجة إحنا وكأنه على هواق مباشرة كل دا بقوله ليه؟ بطمن المواطن أنه الدولة مش إدها في المية البردة الدولة إدها في المية السخنة بقول تاني اللي مسك النار هو من يدير وده دوره حقيقة المواطن الآن وده حقه احنا بنتمن المواطن بحقائق وده واجبنا لكن تاني بقول كلنا مع بعض في طريق واحد الدولة بالحكومة بالخبراء بالمسؤولين بالإعلام بالمواطن كلها معركتنا جميعا مش معركة حد لانا بزيد عليك ولانا بأسوق أمال كذبة ولانا بقولك معلومات خاطئة احنا كله على الهواء مباشرة يعني لما يجي المندوب الروسي يتكلم هذا الكلام السخيف فانت سمعتوه لما تيجي مندوبة النرويك تتكلم كلام برضو فيه نعم يعني من الميوعة السياسية سمعتوه لما يجي المندوب الأمريكي كلام عاقل إلى حد ما أقل من المتوقع لكنه عاقل تمام لما يجي المندوب الفرنسي يقول كلام لا يليق بحجم العلاقة وأهمية العلاقة لكنه كلام فني إجرائي في مجلس الأمن مالوش علاقة بالعلاقات المصرية الفرنسية لكن كان يفتقر إلى المفردات كان عنده مخزون مفردات أفضل من هذا إحنا منرأي بهذا الكلام بنتابع هذا الكلام بنشوف الناس وبعدين نخدوا بالك كل الدول محتاجة بعض مفيش دول منفصلة في عالم خيالي مفيش دولة كده مش محتاجة بقية العالم فأنا النهاردة وأنا بتكلم بعد جلسة مجلس الأمن بقول للمواطن المصري من فضلك اقلق وخليك حذر وخليك منتبه لكن قلقك لا يجب أن يتقطع إلى محطة الخوف ليه؟ لأنه إحنا دلوقتي عندنا إجراءات وعندنا قطط لكل السيناريوهات والدولة دي مش هيضحها ده بس أنا مش مش أطول تاني في الموضوع بقول لك لن يضيع لنا حق ولن نفرد في حق ولن يكون ماء مصر مستساغا لأحد لن نقبل هذا لن نقبل هذا